أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية رفعت إسرائيل مشاركتها في فالقنعاي عين السقر في هذه المناورات العسكرية بإيطاليا بسقلية في إيطاليا إلى 300% وتشرعت إسرائيل لأول مرة أن تكون مناوراتها تشمل ليبيا وهذا ما دفع مباشرة إلى اجتماع ما بين تركيا وما بين كل من بريطانيا وإيطاليا بهذا الخصوص حول أهمية أن تكون هناك أجندة وأن يكون هناك ثقوف لكل عملية عسكرية ومناورات موجهة بالأساس إلى ليبيا غرب ليبيا ليس شرقها ببساطة شديدة وأن التواجد الإسرائيلي غير مرغب فيه بهذه الكيفية على الأقل بالنسبة لكل شعب ليبيا هذا الذي يمكن إيصاله في اجتماع آكار وغريني وأيضا ولاس البريطاني وهذا الاجتماع وهذه القمة بين وزراء الدفاع في كل من بريطانيا وتركيا وإيطاليا تهدف مباشرة إلى استحضار أمرين أساسيين أولا بالنسبة لتركيا وإرثها وإيطاليا وإرثها في ليبيا الاستعمار طبيعي جدا وبالنسبة لبريطانيا وحدودها وتواجدها في منطقة المتوسط وعلى وجه التحديد في قبرص يعني أن الأمر يتعلق مباشرة بأمن هذه الدول وأمن مصالحها التاريخي من جهة وأيضا الاستراتيجي والجهو السياسي الحالي إذن هذا الذي دفع مباشرة إلى رغبة تركيا في دفع الطرفين معا البريطاني والإيطالي من أجل وقف هذه العمليات اليوم التي أصبحت هناك 17 عملية بالنسبة للآب 16 في سماوات ليبيا لقد استباحت إسرائيل ليبيا بالكامل هذا هو التطور الجوي الذي لا يمكن معه إلا القبول بفهم أولا كيف يرسم الإسرائيليون أمنهم الآن أولا أن مساس حماس بحقل تمار ووصول لغمها أو غوصتها الصغيرة إلى ضرب هذا الحقل هذا الذي جعل مباشرة أن هناك ضوء أخضر إقليمي بهذا الخصوص لأن لا أحد ندد به والمسألة الثانية أن رغبة إسرائيل في الرد ستكون بطبيعة الحال في هذه المنطقة على وجه التحديد وفي ليبيا على وجه أخص إذن بالنسبة للوطن الأزرق الذي يسمى الوطن الأزرق وهذه الخطة التركية بالنسبة لأمنها وبالنسبة لحدودها ومياهها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة كل هذا يدفع إسرائيل إلى إعادة هيكل دورها في الشرق المتوسط هذا الذي ترغب فيه الآن لأنها تذهب أبعد عندما تحاول تأمين هذه الحقول هذه الحقول النفطية اليوم تجري بشكل مباشر هذه الاستراتيجية وهذه الخطة تجري بشكل مباشر وواضح وتذهب أبعد عندما سيكون هناك رغبة مباشرة من طرف تلافيه في الوصول إلى العمق الليبي هذا مهم جدا الشطئ الليبي الآن تحت طيران إسرائيل في العمق هذا الذي يجب التأكيد عليه من جهة من جهة ثانية فإن مدى ما حدث لشالم شبهات بالنسبة لهذا الوضع للجيش الإسرائيلي خصوصا في السقلية ومحاولة الموساد الإسرائيلي ترويج صور خصيصا لشالم شبهات في هذه النقطة على وجه التحديد وهذا الارتفاع الكبير في المشاركة كل ذلك لإرسال رسالة أن إسرائيل لديها مصلحة في ليبيا ويجب أن تدافع عنها المسألة لا تتعلق ببريطانيا أو بإيطاليا أو تركيا إنما بالمصلحة الإسرائيلية هناك هذا الذي يحاول الإسرائيلي هندسته في الخارطة الجديدة لأن مهم جدا اليوم هو هذا الذي يحاول الأتراك الوصول إليه وترسيم المياه مع فلسطين ومع غزة المسألة الثانية أن هناك رغبة من الاتجاه الآخر بالعمل إلى جانب اليونان اليونان اليوم مهمشة لأن البريطانيين والإيطاليين والأتراك دخلوا على خط واحد من أجل قمة ثلاثية تؤكد مدى الإرث التاريخي لما كان عليه الأمر بالنسبة لليبيا إذن كل هذا يجري أمام بروز ما سمي بالمصلحة الحيوية الإسرائيلية في ليبيا لأول مرة تجاوزا لما حدث ما بين صدام حفتر في مفاوضاته مباشرة مع المساد الإسرائيلي وفي العاصمة روما هذا لا نتحدث عنه ولا نتحدث بالطائرات التي نشرنا صورها بالكامل ما هي الطائرة التي أخذها صدام حفتر وأتى بها إلى بنغازي انطلاقا من إسرائيل كل هذا معروف لكن اليوم هناك رغبة إسرائيلية مباشرة بالقول أن هناك مصالح حيوية إسرائيلية في ليبيا وفي بيترول ليبيا وهذا الذي يشعل الأمور بالنسبة للقوى الثلاث الإيطالية والبريطانية والتركية تعيد ترتيب أوراقها من جهة ثانيا أن هناك إبعاد للقوى الأخرى التي تحاول جهة الإنكان أن ترعب بالورقة اليونانية ونقصد تماما ماكرون وفرنسا إذن هذه اللعبة التي يرغب الأتراك في أن يذهبوا أبعد إلى تواجد وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس الاستخبارات كل هذا في ليبيا إذن العملية كلها ترمي إلى شيء واحد بالأساس هو إبعاد أي عنصر لهذه المطالبة الإسرائيلية بتواجد ما يسمى بمصالح حيوية إسرائيلية خصوصا وأن السودان اليوم لديه اعتراف مباشر أو لديه صفراء مع تل أبيب ثاني مسألة بالنسبة لمصر وكل هذا يجب تأمين ظهر مصر هذه الخطوة الثالثة أن تأمين ظهر مصر وهي تتقدم نحو غزة فلابد أن هذه المساعدة التي تقدم الآن وتعمل نحو الاستقرار للمزيد من الاستقرار في غزة في علاقتها بالكيان سنجد من يحمي ظهر مصر خصوصا بالنسبة لغرب ليبيا فلا تهديد اليوم من طرف غرب ليبيا لأن هناك دور أساسا بالنسبة لإسرائيل في شرق ليبيا وهذا الذي يعمل عليه الكثيرون وبالنسبة لحفتر نفسه لا يرغب بالشكل الكافي في هذه المغامرة لصدام حفتر لكن صدام حفتر ذهب بعيدا في العلاقة مع إسرائيل وفقد التوازن كثيرا بالنسبة لمثل هذه الخطوة لكن بالنسبة للإسرائيلي فهو يرى أن العملية كلها بحيرة بحيرة النيل أولا حسم فيها الإسرائيلي كل النيل الآن يعترف بإسرائيل هذه زاوية أولى الزاوية الثانية أن بالنسبة لليبيا والتي هي إلى الآن ظهر مصر يجب حمايتها وبالتالي فإن بالنسبة لإسرائيل تجد أن قدرتها اليوم في حماية ظهر مصر كبيرة عبر الاستخبارات عبر الطيران المباشر من طلاقا من القواعد الإسرائيلية لأننا سنجد أن هناك عين سقر الآن في إيطاليا وهناك عين سقر ثاني بين السعودية واليونان هذا شيء معروف إذن بالنسبة لعين سقر هي محاولة رؤية ليبيا بعيون السقر انطلاقا من إسرائيل والعمل مع إسرائيل والعمل الجوي مع إسرائيل وبالتكنولوجيا إسرائيلية 100% اليونانية كلها الآن فضائيا وعمليا على الأرض كلها تقنية إسرائيلية بالكامل لذلك فبالنسبة لإسرائيل تحاول أن تلعب على الاثنين معا لا عين سقر اليونانية ولا عين سقر هذه هي التي هي اليوم في إيطاليا وهذه هي اللعبة أو الحساب الرابع الذي يحاول الإسرائيل من خياله النفاذ بشكل كامل إلى ليبيا وهذا ما يعني مباشرة أن هناك رغبة تركية في إعادة رص الأوراق والصفوف من جهتين لإبعاد هذا التأثير الكبير الإسرائيلي على المنطقة وعلى ليبيا على وجه التحديد لأن الوصول إلى مكتبين استشاريين واحد للمصاد الإسرائيلي بالنسبة للعمليات وواحد للمراقبة وهذا يعني مباشرة أننا أمام تطور غير مسبوق بالنسبة لتواجد إسرائيلي كامل في شرق ليبيا وهذا الذي يرفضه الأطراق إلى حدود اللحظة لأن هذا التمدد يعني تمدداً مدعوماً من فرنسيين مدعوماً من اليونانيين ولكنه يجب أن يهمش من الإيطاليين أولاً ومن البريطانيين ثانياً وهذه هي اللعبة التي تسير باتجاه ضبط الأوراق في المعادلة الليبية قبل أي اجتماع شكراً جزيلاً وإلى اللقاء